دائما ما ردد قارة الأحزاب الكردية في العراق أنهم بيضة القبان في العملية السياسية في العراق لكن اليوم ليس كالأمس بالنسبة للقوى السياسية الكردية بسبب الصراع الدار بينها عن تأييد الاتحاد الوطني الكردستاني ترشح برهم صالح لرئاسة الجمهورية في ظل رفض معسكر البارزاني الذي طرح اسم فواد حسين لذات المنصب وتقديم القيادية في حركة التغيير الكردية سرو عبدالواحد ترشحها أيضا وتنقل مصادر صحفية عن مسؤول داخل الدائرة القانونية في البرلمان أن القوى الكردية تضغط باتجاه عدم تمرين انتخاب رئيس الجمهورية بينما يحرص تحالفها الإصلاح والإعمار على عدم الاستدام بأربيل التي تملك ستة وعشرين مقعدا قدرة على ترجيح كفة أحد الطرفين وبحسب محللين في العراق فإن الصراع الكردي وصل إلى مرحلة خطيرة مؤكدين أن إيران نصبت فخا للبارزاني بدعم ترشيح برهم صالح وجعل الأول أكثر تجاوبا مع القوى الشيعية المدعومة من طهران وهو مظهر لاحقا في إرسال ابن شقيقه نجير فان بارزاني إلى بغداد ثم النجف آملا بكسب دعمهما لمصلحة مرشحهم أي فؤاد حسين وفي المقابل لم يكن صراع القوى الشيعية على منصب رئاسة الوزراء بأقل حدة إلا أنه سيتجه بحسب مصادر في العراق من تلك القوى نحو التوافق كما جرى سابقا بتوافقهما على مرشح كتلة المالك محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان ثم تصويتهم لصالح حسن كريم من تحالف سائرون لمنصب نائب رئيس البرلمان واقع سياسي يقول أن القوى السياسية ستعود لتكرار ذات الوجوه والإبقاء على نظام المحاصصة الطائفية والعرقية في وقت تبقى كلمات كالمعارضة ومحاربة الفساد مجرد شعارات فارغة لا أكثر في عراق يموت مواطنوه ببطء جراء الفساد والانحطاط العام في الخدمات الأساسية على كل المستويات